أعلنت إدارة الاختبارات الوطنية واختبار الإمارات القياسي إمسات إضافة 124 مركزا تماشيا مع رؤية وزارة تربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة ودعم الفئات المستهدفة ليرتفع عدد المراكز بنهاية مايو الحالي إلى 214 مركزا في جميع أنحاء الدولة ويعتبر اختبار الإمارات القياسي مجموعة من اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية لضامن حصولهم على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة المشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي وتستهدف الوزارة إضافة مراكز جديدة في جامعات شبه حكومية ومدارس حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية لليوم الاقتباري الواحد ليشمل أكثر من 25 ألف مرشح لتقطية أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة لتقديم الاختبارات اللازمة ترجمة نانسي قنقر